وصفة اليوم الكبة المسلوقة لمقلوزة بدون إضافة الهبرة رح تسأليني يا خالي بنفس الطريقة ممكن أعمل كبة مقلية؟ نعم ومن أروع الكبب بالقرشي ممكن نعم لكبة مشوية نحشية شحمة؟ نعم طبعا الطريقة الأصيلة كل كيلو برغل بياخد 3-4 كيلو هبرة وبصلة وملح ولكن جود بالموجود وعلى قد الظروف بدنا كبة مستحيل تفرط متماسكة وطيبة وجود بالموجود رح نجيب الصحن ونحط كيلو برغل نص برغل غامة اسمه عمقي ونص برغل كيشف رح نخلط هالبرغل مع معلقة كبيرة ملح ورح نضيف كوبين ونص ماء من الحنفية ماء عادية موسخنة منخلط البرغل ومع بصلة وبعد ربع ساعة منجيب رغيف خبز كبير منقطعه بهالشكل ومنضف له نص كاسة ماء عادية ومنتركه ربع ساعة ثانية وبعدين منضف له نص كاسة ماء ومنبدأ منديره على الماكينة دكتور قليلي خالي أنا ما عندي ماكينة ايش بسوي بهيك حالي؟ المي بتحطيها سخنة مشانيلين البرغل ويسهل عجنه على ايدك درته اول دور وبديت بالدور الثاني رح ينعم اكتر حطيت السكينة الوسط ورح نشوف بعد ما درته الدور الثاني اتجانست العجينة والبرغلة ظاهر منظرة وصمغت معي طالعت صوت ما لازم نكتر ماء من البداية من حين لاخر وقت ديران البرغل من رش ماء وقت عجن البرغل من رش ماء براحة الكف رح أدعك الكبة بهدوء ونصيحة ما تعجني الكبة كلا ياتا بتنشف معك خدي شوي شوي عجنية وشكلية وغطية مشان ما تنشف معك لأنه الكبة إذا لانت زيادة عن اللزوم بتفقد طعمها خصوصا بالكبة المقلية بتفقد أرشتها هالكبة هاي ممكن نزيد شوي ماء لحتى تكون لينة وطرية وسهلة التشكيل صارت الكبة جاهزة لحتى نشكلها ممكن تشكلها على إيدك مجرد ما تلتى إصبعتك بالماء وتفتحيها وترقية والدورية بتصير جاهزة تحشيها بتكبسيها بإبهامك وبتحطيها بالفتحة الموجودة بين الإبهام والسبابة وبالدورية بهالشكل لحتى ينعم الشكل معك وأنا بنصحك دايما تحطي جنبك يا دوب معلقة صغيرة زيت من حين لآخر بتبللي إيدك ماء مع مسحة زيت بسيطة تطلع الكبة نعمة معك نزلت بعجينة هالكبة وقتها أعملت كبة مقلية من أروع ما يكون ونزلتها ما نزلت نوعين الكبة مشان تفهميه صح وبنصحك كل مرة تعملي نوع كبة لحاله لحتى ما تتعقدي من تحضير الكبة بكل بساطة بعد ما أدعك عجينة الكبة بشكلها دوائر وبغطيها وباخد كل دائرة وبفتحها بهالشكل لحتى أحشية حشوة على كيفي مؤلفة من لحمة وجوز أو بصل مدبل مع لحمة ومكسرات على كيفي وأي منكيهات ضيفية على كيفي المهم رئية بشكل جيد وإحشية وسكرية وإذا ظروفك صعبة ما في داعي تحشية دورية بدون حشوة أيام زمان كانوا يحشوها شحمة ونص حب الجوز وأقل كمان من أروع ما يكون لللبنية وللسمائية وللسفرجالية الأصالة الحشوة هي شحمة والبعض إذا الشحمة مالها موجودة تحطو دهنة المهم جود بالموجود حسب الظروف عطيتك أساسيات تحضير عجينة الكبة لتاغذي نجاح للكبة بدون ما تفرط أبداً وبدون ما تفنش معك أبداً ودايماً مزدية بمسحة زيت بسيطة دايماً إيديك يمسحي زيت بتشمعي الكبة ممكن أن تفرز لست شهور ما بيصل لشي ولكن بنصحك تسلي إياه قبل ما ترفع إياه بالفريزر لرمضاء عجينة الكبة نفسها ممكن تلعبي بالأحجام حجم صغير وحجم كبير تقليه بيقرش قرش هالقالب هاد رائع قالب الكبة المقلية بواسط العصاية بسكر بوز الكبة وبعدين بحشي وبإبهامي بضغط الحشوة وبحط البوز بين الفتحة الموجودة بين الإبهام والسبابة وبسكر وبمسدها بالمي ونقطة زيت بشمعها بتطلع الكبة جاهزة ممكن تشكلي المقلية بهالشكل وعراضة الطريقة رح أحطلك رابط الفيديو بصندوق الوصف من أنجح وصفات الكبة المقلية وحتى الكبة المسلوقة بعد تشكيل هالكبة برشها الطحين وبخلطها وبعدين بمسحها من الطحين وبحطها على جنب يعني بللتها غلفتها بالطحين صادت الكبة جاهزة رح نجيب طنجرة ونحط مي وملح وحبهال ورق غار وزيت معلقتين مشان يمنع الالتصاب مجرد ما تغلي المي بحط حبات كبة حطي ست حبات مو أكتر دليل أنه ضج بأنه أول شي بتصير بقاعة طنجرة بعدين بتفوش مجرد ما فاشت منطالعة منلاقي لونة بياخد العقل ومنضغط عليها ما بتعلم إصبعنا عليها هذا هو دليل النضج منخلص أول وجبة ومنبدأ بتاني وجبة لتخلص كمية الكبة وبتصير جاهزة للاستعمال ممكن بعد ما تسلقية تبرد وقت تعملي لبنية أو السمائية بتطبية بنهاية طبخ السمائية أو السفرجلية أو اللبنية وبتقدميها على الصفرة وبنصحك ما تحطي مقدار الكبة كله باللبنية أو السفرجلية أو السمائية دايماً تركي على جنب بدون ما تغطية اللي بده بيزيد خلصت كبتنا شكل وطعم من أروع ما يكون وببساطة بعد ما تبرد تماماً بوزعها على أكياس وبفرزها وقت الحاجة بطالعها قبل بوقت قبل ساعتين قبل الثلاثة وبعمل السمائية أو اللبنية أو السفرجلية وبضيفها بنهاية الطبخ حبيت أفيدكن وأترك الفيديو مخصص للكبة المقلوزة المسلوقة بدون هبرة وحتى بدون ماكينة ناجحة مليون بالمئة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة